اشتركوا في القناة وسائر المسلمين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لشيخنا يا كريم اللهم اغفر لشيخنا ومتع به في سمعه وبصره وقوته يا رب العالمين قال الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب اجزل الله له الاجر والثواب من محمد بن عبد الوهاب الى من يصل اليه هذا الكتاب من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خصوصا محمد بن عبد وعبد القادر العديلي وابنه وعبد الله بن سحيم وعبد الله بن عضيب وحميدان بن تركي وعلي بن زامل ومحمد بن الخيل وصالح بن عبد الله أما بعد قال رحمه الله فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا الجواب لخص الشيخ رحمه الله حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل وأن أهم ما يسأل عنه هو التوحيد الذي هو فراد الله جل وعلا بالعبادة لأن التوحيد هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل وبعث جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه مجمعين فالتوحيد هو حق الله على العبيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومن لم يحققه فلا نجات له من عذاب الله والعياذ بالله فالتوحيد هو الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به رسله يدعون إلى التوحيد وهو وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا هو الذي طلبه الله جل وعلا من عباده وأرسل به رسله فهو الذي يجب أن يسأل عنه قبل كل شيء ولذلك نجد أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الأمر العظم وأهميته فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذا أن يعرف التوحيد لأنه هو الذي يسأل الله الخلق عنه يوم القيامة فمن حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ومن أخفق فيه دخل النار ولا مطمع له في الجنة وهذا أمر مهم جدا إذا كان التوحيد بهذه المثابة فيجب على كل مسلم أن يعتني به وأن يحققه حتى يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهذا عنوان كتابه رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب هذه الترجمة هي ما ترجم به الشيخ رحمه الله لينبه إلى أهمية التوحيد وأنه لا نجاتة من النار إلا لمن حقق التوحيد ولا يكفي أن الإنسان يدعي أنه فهمه فإن هناك من يقول التوحيد فهمناه وهو لا يعرفه فلو سألته عن هذا التوحيد الذي يقول فهمناه لم تجد عنده جوابا شافيا وهذا نتيجة الإهمال وهذا من وقع فيه خسر الدنيا والآخرة نسأل الله العافية نعم أحسن الله إليكم ومبركة فيكم في علمكم قال رحمه الله وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك وهو أن لا يدعى أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم فمن ذلك أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له نعم من التوحيد إخلاص الركوع والسجود لله والقيام إخلاص ذلك كله لله عز وجل فمن كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله ومن هنا تتجلى لك أهمية التوحيد أنه لا نجاة من النار إلا بتحقيقه وإذا كان كذلك فيجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذا التوحيد معرفة هذا التوحيد وتحقيق هذا التوحيد والثبات عليه لأنه هو المنجي وحده من عذاب الله عز وجل نعم أحسن الله قال فمن ذلك أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له ولا يدعى لكشف الضر إلا هو ولا لجلب الخير إلا هو هذا معنى التوحيد أن لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى فمن تحقق فيه هذا المعنى فإنه ينجو من النار بإذن الله ومغفرته سبحانه وتعالى ومن لم يعرفه فلا نجات له من النار ولا يدخل الجنة والعياذ بالله ولهذا كان أول كتاب ألفه الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد لهذا المعنى لأهميته وعظيم فائدته فلا يتساهل فيه ولا يغفل عنه ويجب تعلمه قبل كل شيء من أنواع العلوم نعم أحسن الله قال الشيخ رحمه الله ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يذبح إلا له وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا شريك له هذا معنى التوحيد هذا المعنى الصحيح للتوحيد كثير من الناس يجهلون هذا ولا يهتمون به ويزعمون أنهم مسلمون والإسلام ليس دعوة وإنما هو حقيقة وفهم لمعنى التوحيد ولذلك أعظم كتب هذا الإمام هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نعم أحسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله وهذا معنى قول لا إله إلا الله فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه هذا التوحيد بهذا المعنى العظيم هو معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ثم إذا عرف ذلك فإنه يحققه ويقوم به ويدعو إليه هذا هو حقيقة التوحيد الذي هو حق الله على عباده فمن قام به على الوجه الصحيح لأن هناك من يدعي أنه قائم بالتوحيد ولو سألته عن أي مسألة من مسائل التوحيد لم يستطع أن يجيبك الإجابة الصحيحة فكيف ينجو من النار؟ لا نجات له من النار إلا بمعرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ثم تحقيقه على الوجه المطلوب نعم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر